نشرة الأخبار من التلفز الوطنية التونسية نستهلها بالعنوين الاتحاد العام تونسي للشغل ينظم تجمعا عمليا ومسيرة رفضا لسياسات الحكومة ودفاعا عن الحريات والحق النقابي وكالة فيتشريتين تتوقع حصول تونس على القصة الأول من قرض صندوق النقل الدولي قبل نهاية الثلاثية الثانية من هذه السنة بعد تطور في تنفيذ الإصلاحات التهريب والتجارة الموازية أفت تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعية وأكثر من 500 مليون دينار قيمة البضائع والوسائل التي حاجزتها الدوانة سنة الماضية الثامنة من تونس أهلا بكم نظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عمليا تلته مسيرة سلمية شارك فيها عمال ونقابيون دفاعا عن الحريات والحق النقابي المسيرة انطلقت من أمام مقره بساحة محمد علي في اتجاه شارع الأحبيب بورقيبة بالعاصمة أمين عام الاتحاد نوردين الطبوب دعا في كلمته أمام الصفوف النقابيين والعمال إلى الدفاع عن الحريات في البلاد مؤكدا للحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة الوطنية تجمعا عملي لاتحاد الشغل ببطحة محمد علي الحامي وشعارات واحتجاج على الأوضاع في مشهد يختلف عما سبق أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل نوردين الطبوب أكد أن الاتحاد يظل دوما قوة اقتراح وخير ولن يقف محايدا دون الدفاع عن الحريات النقبية والفردية والعامة نحن أهرار أنفسنا تونس الحرية تونس الثورة تونس التي تلادي بالعدالة الاجتماعية لن يكون فيها قمعا ولن يكون فيها استبداد وإحنا شعب مثقف شعب ينبذ العنف كما قلت شعب انتها كسامة فلنتوحد من أجل بناء هذا الوطن لأن عنا كل مقاومات النجاح يتابع الطبوب كلمته بتوجيه الانتقادات للحكومة وسياستها الاقتصادية والمالية محملا إياها مسؤولية التنصول من تطبيق الاتفاقيات فيما أكد على أن الاتحاد يدعم إطلاق أسلاحات على أساس ضمان ديممة المؤسسات العمومية وتحسين الأوضاع المعيشية للتونسين وأنه سيوسع دائرة الالتقاء مع عدة قوى مدنية أخرى حول المبادرة الحوار التي أطلقها بمعيتي عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابط التونسي للدفاعي عن قوق الإنسان سنبقى دائما متحدين وسنوسع الدائرة دائرة التشاور ودائرة الحوار مع كل مكاولات المجتمع المدني أقول التي تتقاطع معنا حرية التعبير حرية التظاهر حرية كذلك القيام هذه لا مساسة منها إثر هذا التجمع العملي خرج النقبيون والنقبيات في مسيرة انطلقت من بطحة محمد علي ومرت بشارة لحبيب بورجيبة وصولا إلى مقر ولاية تونس ورفعت فيها شعارات منادية بالحرية العمل النقبي ومحاربة الفساد مسيرة شاركت فيها قوى سياسية ومدنية مساندة لاتحاد الشغلة نحن حاضرين اليوم مساندة الاتحاد دفاعنا على الاتحاد العامة للشغل هو دفاع عن الشغلة التونسية وحقوقها وحريتها هو دفاع عن تونس دفاع عن الشعب التونسي وهو دفاع عن أنفسنا الاتحاد كمنظمة اجتماعية ينبغي أن تحترم معناها كذلك معناها تتعامل معها الدولة كمنظمة اجتماعية وأثبتت التجارب اللي كونها في جميع المراحل اللي خاضت معها عركة وإلا كان وفشلت تجمع عملي ومسيرة لاتحاد الشغل في العاصمة يأتياني بعد أسابيع لتحركات مماثلة شهدتها عدة جهات في البلاد وعقب قرار منع المسؤول النقبي الإسباني ماركو بيراز مورينا من دخول تونس وترحيله بدعوة أنه شخص غير مرغوب فيه إضافة إلى منع قدوم وفد عن الاتحاد الدولي للنقبات للمشاركة في مسيرة اتحاد الشغل وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قال أمس أثناء لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية إن اتحاد الشغل له الحرية في الدعوة لمظاهرات لكن ليس من حقه دعوة الأجانب للمشاركة فيها جددت تونس التزامة بحماية الجاليات الإفريقية المقيمة بها دعاية لجنة الحكماء في إفريقيا إلى تمرير رسائل تهديات وتضامن بين الدول القرى كان ذلك خلال الاجتماع الوزري الذي نظمه عبر تقنية الفيديو مجلس السلمي ولمن الاتحاد الإفريقي برئاسة تنزانيا بشأن عشطة لجنة الحكماء في إفريقيا وشارك فيه كاتب الدولة لشؤون الخارجية مونير بن رجيبة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج وقد نوى كاتب الدولة بيدور المحوري المناطب عهدة لجنة الحكماء مضيفا أن تواتر النزاعات وتنامي ظواهر جديدة تهدد سلم والأمن والاستقرار في القارة يستوجب أكثر من أي وقت مضى اعتماد مقاربة وقائية استباقية متعددة لابعاد يكون فيها للجنة الحكماء دور هام في التوقف من الأزمات ومعالجة التوترات واحتوائها بطرق سلمية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية وفي السياق كدت رئيسة الحكومة نجلاب ودن خلال اللقاء بنائبة عميدة السفراء إلى فارقة سفيرة دولة سينيغال بتونسزامات لايابا في أمسي على وجوب التعامل مع ملف الهجرة حسب مقاربة شاملة تعتمد التنسيق التام وتراعي كرامة الإنسان وتمنع والاتجار فيه وتنشر القانون الدولي الإنساني حسب بلاغ رئيسة الحكومة وفي البلاغ ذاتها برزت بودن حرص تونس على التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسي نائبة عميدة السفراء إلى فارقة كدت أنها بعثت برسالة طمأنة إلى سلطات بلادها مذكرة خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين تونس وسينيجال ومثمنة ما تقوم به الحكومة التونسية ومستعرضة سبل التعاون في ملف الهجرة حسب البلاغ مثلت علاقات التعاون بين تونس وكل من اندونيسيا والصين وفنلندا محور مباحثات نجرت رئيسة الحكومة نجلا بودن أمسي مع كل من صفراء اندونيسيا والصين الشعبية وفنلندا في تونس ووفقا لبلاغ رئيسة الحكومة فقد أكدت رئيسة الحكومة في لقايا سفير الاندونيسي زهيري مصراوي أهمية التجسيم الاستحقاقة القادمة والتي من أبرزها عقد اجتماع الدورة الحديثة عشرة للجنة المشتركة التونسية الاندونيسية في جاكرتا لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية في عديد المجالات وفي لقائها السفير الصيني وانلي دعت بودن إلى مزيد تطوير العلاقات بين تونس وبيكين لتشمل مجالات جديدة مشيدة بمستوى التعاون التونسي الصيني في إنجاز عدد من المشاريع الصينية في تونس في مجالات الصحة والبنية التحتية والشباب والرياضة والتكوين والثقافة وفق بلاغ ثاني لرئاسة الحكومة ومن ناحية أخرى وضحت رئيسة الحكومة خلال المحدثة التي جمعتها بالسفير الفنلندي تيميسيونين أن الحكومة بصدد وضع برامج للأصلاح الاقتصادي وخاصة ما يهم برامج تمكين الشباب الاقتصادي ودعم بعث المؤسسات الناشية في مجالات التكنولوجية الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص جديدة للتشغيل في تونس توقعت وكالة فيتشريتينج أن يسند صندوق النقد الدولي القصة الأول من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثية الثانية من سنة 23 و2000 مشيرة في وثيقة نشرتها على موقعها على شبكة الانترنت إلى تطور الذي حققته تونس على مستوى تنفيذ الإصلاحات المدرجة في سياق اتفاق تسهيل صندوق الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار بنت وكلة الترقيم الدولية فيتشريتينج توقعاتها بحصول تونس على القصة الأول من القرض من صندوق النقد الدولي على بعض التطور الحاصل في الإصلاحات وفق توصيفها من ذلك المصادقة على المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الأول من فيفري من سنة 89 وتسعمائة وألف والمتعلق بالمساهمات والمؤسسات والهيكل العمومية ورغم هذا التقدم تؤكد الوكالة أن الخطر المتعلق بالتمويل الخارجي للبلاد يبقى مرتفعا وأن التأخر في المصادقة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة لفائدة تونس سيكون له عكاسات أيضا على تنفيذ برنامج الإصلاحات نأكد كل الممولين دولين وقفين مع تونس وتونس محل فقع علينا أن نسرع سبيل لاسترجاع التوازن المالية وأؤكد عن هذا لا وجود لأي بديل آخر لأن أي بديل تكلفته ستكون باهظة بكثير ونحن رعينا واخذنا بعين اعتبار كل الجوانب كل الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي وحسب فيتش ريتينك فإن برنامج التمويل الذي تم تحيينه من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على أكثر من خمسة مليار دولار من التمويلات الخارجية متأتي أساساً من أوروبا ومن بلدان الخليج العربي وتمثل هذه القيمة نسبة خمسة وستين بالمئة من حاجية الحكومة من التمويلات خلال سنة ثلاثة وعشرين والفين أي ما يعادل حوالي ستة عشر فصيلة تسعة بالمئة من الناتج الداخلي الخام ومن شهتها تعمل الحكومة على إرساء برنامج للتمكين الاقتصادي لدفع عجلة النمو على برنامج التمكين الاقتصادي وتطوير الريادة كي نعطي السبل والوسائل للفئات الهشة لتعلم والتدريب وبعث المشاريع والوصول إلى الاستقلال المالي عبر النشاط الاقتصادي هذا برنامج كبير برشة نشتغل عليه مع كل المولين والمساعدين الدوليين وهذا هو الأساس الأساس يجب أن نرجع للعمل ثقافة العمل هذا مفهم حتى بديل آخر والريادة هي الحل هي الطريق للنمو ونحن بأشد الحاجة النمو وتؤكد وكالة الترقيم الدولية أنه يمكن توفير الحاجة من التمويلات المتبقية أساسا من البنوك المحلية التي توقعت أن لا يكون لذلك ضغط كبير على السيولة في الداخل أما السيولة الخارجية فتبقى تحت الضغط وفق ذات المصدر في حال تأخر إسناد التمويلات الخارجية أو الترفيع الملحوظ في فتورة وردة تونس كما أن تقلص الموجودة من العملة الصعبة المخصصة لسداد الدجون من شأنه أن يمارس ضغوطا على ترقيم تونس انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية من بين أهم أليات جذب الاستثمارات في قطاع المحروقات وتعد مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مسعى دوليا منتهجا للارتقاء بمستوى الشفافية والمسائلة في قطاع النفط والغاز والتعدين رفع جاذبية الاستثمار في قطاع المحروقات يبدأ حسب الخبراء في المجال الطاقي من تحيين المعطيات المتعلقة بالمناطق الشاغرة وما تتوفر عليه من إمكانيات طبيعية تدفع المؤسسات العالمية الكبرى الناشطة في المجال إلى تقديم عروض للاستكشاف والبحث فيها هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في الامتيازات الجبائية المقدمة للمستثمرين خاصة في المناطق ذات المأمولية الضعيفة تونس من أكثر الدول التي تفرض ذراء على قطاع المحروقات يعني تصل النسبة إلى 75% وهناك تنافس في المنطقة مع الجزائر مع الليبي في جلب مثل هذه الاستثمارات لذلك من المهم أن تكون هناك تحفيزات أكثر للمؤسسات في المستوى على الأقل الضريبي ونقطة أخرى أيضا تتعلق بالجاذبية إلى بعض المناطق التي يصعب أن يتوجه إليها المستثمرون مثلا نتحدث عن الشمال نتحدث عن مناطق في البحر مقترح هو أن تكون حوافز المواجهة الشركات مرتبطة حسب المنطقة ويعتبر الخبراء أن الاستثمار في المحروقات يستوجب أيضا توفير مناخ محفز للقطاع الخاص أساسه الشفافية والحوكم الجيدة ويشددون على أهمية انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية باعتبارها مقياسا عالميا للإدارة المسؤولة والفعالة هي مبادرة فيها العديد من الشركات وفيها الشركات الكبرى يعني عضوة في هذه المبادرة لأنه في مجلس إدارتها هناك أيضا شركات وهناك مجتمع مدني وهناك حكومات وهناك الشركات الكبرى وإذا انضمت تونس إلى هذه المبادرة ضمنها تقريبا أكثر من 70 دولة في العالم منضم إلى هذه المبادرة يمكن هذا أن يحفز الشركات تعطي فكرة على إطار الأعمال ومناخ الأعمال في تونس جانب الشفافية أهم وهم جدا بما أنه يضمن الوضوح وأيضا يضمن الاستقرار بما أنه في مناخ ما تمثلهوش وضوح ثم ديمة اثترابات اجتماعية القطاع الخاص لا يساعدوش بشي تثمر في بلدين اللي معتها نسبة ثم اثترابات كبيرة لابد من التركيز على الجوانب الشفافية والعمل المشترك مع الناشط المجتمع المدني اللي نجم يكون حلق التواصل ما بين الدولة وأيضا الجهات المنجة مبادرة الشفافية تعهدت تونس بالانضمام إليها منذ 2012 تم إدراجها في برامج الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة ولكن ورغم استكمال أغلب المراحل لتقديم ملف العضوية إلا أن اللمسات الأخيرة بقيت منذ حوالي أربع سنوات تراوح مكانها هو الملف حاضر كما تم اختيار خبير خبير هو تونسي معتمد لدى الأمين العامة لمبادرة الشفافية في صناعات استخراجية قام بإعداد الملف بجميع تفاصيله خاصة أهم وثيقة هو برنامج عمل برنامج عمل هذا هو برنامج إصلاح يتضمن مقترحات للإصلاح للقطاع المحروقات وأيضا المناجم بشراكة مع المجتمع المدني وأيضا القطاع الخاص قمنا باستشارات على المستوى الجهات المنجة للمحروقات إلا أنه مع الحقيقة ما تمكننيش من إيديها على ملف العضوية من جهتها أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نيلة الجنجي أن ملف الانضمام موضوع على طاولة الدرس وبدأ العمل على استكمال مراحله مع الأطراف المتدخلة بداية الأسبوع كنت تلقيت وكان اجتماع جد مثمر مع بعض مكونات المجتمع وخاصة المرصد الشفافية معنات نولنا بالدرس شنو من النقاط اللي لابد استفاءهم بيشتونس تقدم في مجال انضمامها وأنا اللي نجم نقول لكم اللي إن شاء الله معناها قبل نهاية السنة ويذكر أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومقرها أوسلو هي مسعى دولي للارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز والتعدين مقدرات الشمال الغربية طبيعية واستثمارها كأحسن ما يكون من أجل إرساء خيارات تلموية مثمرة ونافعة وعرقيل التلمية نقاط تم تناولها في ملتقى نقليمي موضوعه موسى ندة التلمية ومخططها لسنوات 23 و 25 و 25 بولايات الشمال الغربية تطرق هذا الملتقى إلى الإمكانيات الطبيعية الهمة التي تزخر بها ولايات الشمال الغربي والإشكاليات التي تحول دون استغلال هذه الثروات لتحقيق التنمية ودفع التشغيل ثم عديد من شاريع لتدرج للأقليم في قطاع العمومي ونسبة الإنجاز متاحها معناها ما هيش معناها بشكل المطلوب نظرا لإفتقار معظم الإدارات خاصة الميدارات التي عندها اللي نسموها نحن معناها أمرة بالصرف في نقص في الموارد البشرية نجعل من الجهة رغم المجهودات المبذولة معناها جهة ما هيش جاذبة فقد أثار عدد من المشاركين معوقات التنمية في مناطق الشمال الغربي والتي تتمحور أساسا حول ضعف البنية الأساسية وطول الإجراءات الإدارية وصعوبة الحصول على التمويلات الضرورية مطالبين بتنقيح عدد من القوانين وخاصة منها المتعلقة بالإستثمار في المناطق الغابية جمال الغربي من الخصوصية اللي جابي يمتعه هي خصوبة الأراضي ولكن هناك معناها مطالب وحاجة إلى الأراضي لإحداث المناطق الصناعية عملية تغيير الصبغة هي في حد ذاتها معناها تم معناها بصعوبة بشتوصل للجانب وثم عمل على أساسي لكونه معناها النظر للجوانب هذه حتى معناها يتسنى التقليص في الأجان لإنجاز المشاريع والمرور إلى معناها الانتاج والتصدير وخلق الأثار وزير التخطيط والاقتصاد سامير سعيد أكد خلال إشرافه على فعاليات الملطقة أن الاستثمارات المقترحة خلال المخطط التنموي 2023-2025 تقدر بـ 38 مليار دينار منها 27 مليار دينار تمويلات عمومية مضيفا أن المخطط يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.1% نعطي الأولوية للمشاريع ذات المردودية الثلاثية الشعن المردودية الثلاثية يعني تكون مردودية اقتصادية تكون دخل الدر علينا الأموال وتخلق الثروة مردودية اجتماعية تكون عندها تأثير على المواطن تأثير إيجابي طبعا على المواطن وبيئية كذلك البعد الثالث بيئي الحاجة الثانية كونه فهمة المشاريع الجاهزة بالمرسوم 68 الجديد عن الأليات اليوم كي نعالج عدد من الإشكاليات بيش تسترجع نساقها الطبيعي لأنه عدد كبير من مشاريع مع الأسف تعطل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هام جدا لأن الإمكانيات المادية للدولة لا تكفيش وقد استأثرت الإشكاليات المتعلقة بالتزود بمياه الشرب وتردي القطاع الصحي وتدهور القطاع الصناعية بحيز انهام ضمن هذا الملطقة حيث طالب عدد من الحاضرين بتفعيل التمييز الإيجابية والتسريع في إنجاز عدد من المشاريع المعطلة بمشاركة ثلة من إطارات الإدارة العامة للديوانة وإطارات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل وعدد من المنظمات الوطنية انتظم بمقر الإدارة العامة للديوانة يوم دراسي حول التهريب والتجارة الموازية يوم دراسي بتنظيم من الإدارة العامة للديوانة التونسية حول التهريب والتجارة الموازية المقاربات والحلول الاقتصادية والاجتماعية تم خلاله تقديم تشخيص للواقع الحالي للتهريب والتجارة الموازية في تونس والتي تسجل أرقام مذكفعة صور وأرقام مجهودات الدوانة التونسية للتصدي لآفة تنخل الاقتصاد الوطنية والتهريب لن نقضيه عليه بصفة نهائية هذا مستحيل موجودين في عديد البلدان يوصل لـ 30 و 40 و 50% وقدرناه بطبيه لـ 15 و 20% واللي مقبوله النجم نحاربه هو القدر؟ نوصل لـ 54% هذا الأشكال آفة كبيرة تقضي علينا الكل المشكلة على الاقتصاد حتى على الوضع الاجتماعي حتى على السلم على صحة المواثر على الخزينة يعني حقيقة ماعطينا هيش القيمة اللي يلزمها يزمنا الناس الكل كمجتمع مدني وكدولة وكمداخلين الكل نخدم كيفاش هالانتصاب الفوضي وهالتجارة الموازية تدخل في التجارة اللي هيكلها قانون ثم التهريب اللي يغضي التجارة الموازية وتلقى منتجات في التجارة الموازية فيها زوز حاجات الحاجة اللولة تلقاها اللي هي مقلدة وغير صحية والحاجة الثانية اللي موجودة في السوق وأن يؤكد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية على الدور الذي ترطلع به هذه المؤسسة للتصدي لكل ما ينخر الاقتصاد الوطني من خلال الأرقام المسجلة عبر نشاط الفرق الديوانية فأن هذا اليوم الدراسي حاول تناول هذه الظاهرة من خلال مقاربة اجتماعية حققت فرق الحرس الديواني خلال هذه السنة في إطار مقاومة هذه الظواهر أرقام إيجابية متمثلة في رفع 1298 مخالفة على كامل التراب الوطني وكانت قيمة البضاع ووسائل النقل المحجوزة ناهزت 509 مليون دينار هذا خلال سنة 2022 وكان هذا يمثل تقريبا 30% نسبة ارتفاع مقارنة مع النتاج المحققة سنة 2021 كذلك في هذا اليوم الدراسي تم التطرق إلى المقاربات الاقتصادية والاجتماعية لمقاومة هذه الظاهرة وتشريعات تطور كل عام ولعل امتمنى قانون مالية والقوانين مالية لصدرت في السنين السابقة مثلا ماشي امتمنى قانون ما فيهش شعبيتر يعنى بالتهرب الضريبي ومقاومة الاتجارة الموازية وقطاع الموازي طبعا امتمنى التشريع جي تحط الإطار القانوني والإدارة المعنية هي تعنى بالتطبيق هذا اكد الناتق الرسمي باسم الديوانة التونسية ان مجهودات الديوانة لا تقتصر فقط على التصدي لتهريب السلع والبرائع بل كذلك بتظافر الجهود مع كل من الحرس الوطني والجيش الوطني على مقاومة تهريب الاشخاص من خلال مصالح الديوانة البحرية منها والبرية في اليوم العالمي لمكافحة السمنة هذا الاشكال الصحي الذي يعاني منه العديد من التونسيين وما ينجر عنه من أمراض مزملة على غرار السكر وضغط الدم أكد المختصون أن نسبة الإصابة به ستقارب الـ 50% سنة 27 و2000 في حال عدم التوقي وطيرة الحياة اليومية وإيقاهها السريع لأغلب العائلات التي يعمل فيها الأولياء ويدرس الأبناء يبدو أنها قد تفرض على أغلبهم اتباع نظام غذائي يمكن وصفه بالخاطئ على غرار الإقبال على الأكلات السريعة مع إضافة المشروبات الغازية أحياناً أضطروا باش نعمل الأكلة خفيفة عندها ضرورة يمروح من الخدمة أروحتها مؤخر يرقى روح يفتر كاف الشارع معناتها ويتعشها في الدار نفطر معناتها في الكسكولات الأكلة الخفيفة كاية ونفطروهم معناتها يومياً والقزوز أكيد معناتها ويعدي معرفة طور يعمل قزوزة المختصون في المجال أكدوا أن غارباً ما يؤدي نمط الغذاء السالفي ذكري إلى السمنة وفي سورة امتداده قد تصل نسبة الإصابة بالسمنة إلى 50% سنة 27 و2000 السمنة اللي هي توا ماشين بشتولي تقريباً كما الطفل كما الكهل تقريباً 50% معناها النسبة وجودها من هنا إلى 2027 ولذلك هو مشكل صحة عمومية اللي تهم الناس الكل تهم المختصين الكل وفي المرتبة الأولى طبيب الصحة العمومية في القط الأول كما تعرفوا معناتها ثم الزيادة في الوزن وثم السمنة في حد ذاتها يعني كنا جمعوهم الزوز تقريباً معناتها دوتياغ بكل يعانيون من السمنة عند الأطفال الزيادة قاعدة تمشي وتزيد نسبة السمنة القيناها معناتها في آخر دراسة عند الصغيرات اللي عمرهم 10-15 سنة تقريباً 13% معناتها يعانيون من السمنة أسباب السمنة ومخاطرها يستعرضها المختصون خلال المؤتمر الأول لجمعية التكوين المستمر بابنعروس تزامناً مع احتفاء تونس باليوم العالمي لمكافحة السمنة برشة أسباب معناتها هي خليت نسطل لها الحالة هذية ثم التغير من العادات الغذائية ثم التغير من نمط العيش من الصغيرات كيف ما تعرفوا اللي وبرشة يبدو معتها قاعدين قدام ثم كل تلافز ما عادش يعملوا سبار يستسهلوا الأوكلات السريعة اللي هي معناتها فيها برشة دهون وكل نقطة سبب في السمنة هذية يشربوا المشروبات في وسط الماكلة وبعض الماكلة واللي هي هذي كلها موات حرارية كبيرة برشة جي السمنة هذية وجي معها المشاكل المتاحة ضغط الدم السكري ومرض القلب من بعض وحتى الكلاوي نجمتها تكون هي سبب في هذي الكل فالحل الوحيد وفق المختصين في المجال للتوقي من السمنة ومخاطرها يكمن في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سليم تجديد والرغبة في عودة العلاقات الثنية اللخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي والأسيما من خلال الترفيه في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين مثل فحوى المكالمة الهتفية التي دارت بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج نبيل عمار ونظيره السوري فيصل مقدان ووفق ما جاء في بلاغ الخارجية فقد نقل الوزير السوري لنظير التونسي تحياتي وتقدير رئيس جمهورية سوريا العربية بشار الاسد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وأثنى على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخيرة طلب ألمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش بالدوحة الدول الغنية بتقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة أقل الدول نموا على تعزيز اقتصادها وتحسين الصحة والتعليم وندد جوتيراش ممقمة مجموعة أقل البلدان نموا بفرض دول العالم الغنية وشركة الطاقة العملاقة على الدول الفقيرة معادلات فائدة وصفها بالجشعة وأسعار وقود مرتفعة وقال أن التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم انصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19 تواصل القوات والروسية محاولاتها عزل مدينة بخموت ومحاورها وسط قصف المستمر وتضييق على القوات الأوكرانية ياتي هذا في الوقت الذي يتفقد فيه وزير الدفاع الروسي قوات بلاده في مدينة دونيتسك في زيارة نادرة للمنطقة باتت الحرب الروسية الأوكرانية تأخذ من حتى سعود ما علان الشركة الألمانية رين مطل المصنعة لدبابات اليوبارد عن عزمها افتتاح فرعين لها في كيف بعد تردد دام لأشهر من ألمانيا في دام كيف بدبابات اليوبارد اثنين مصنع قدرت كلفته بـ 200 مليون أورو وبطاقة إنتاج تصل إلى 400 دباب سنويا خطوة اعتبرها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفداف مؤشر على استمرار السلطات الأوكرانية في التصعيد وضرب قوية للراغبين في تحقيق الهدوء والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية مؤكداً أن بلاده تنتظر ترحيب بهذا المشروع بفارغ الصبر والذي سيكون بحسب تعبيره برشقة من صواريخ كاليبرا مضيفاً أن روسيا ستبحث آليات مواجهة سيناريو توسع الناتو تجاه الحدود الروسية ميدانياً وتحت غطاء من القسف المستمر تواصل القوات الروسية ومجموعة فاغنر الخاصة تقدمهما في شرق البلاد في مدينة بخموت ومجاورها التي تشهد معارك محتدمة منذ سبعة أشهر في محاولة لمحاصرة المدينة وعزلها وسط ضغط متزايد على القوات الأوكرانية وأكدت وزارة الدفاع البريطانية نجسرين رئيسيين في بخموت دمرا خلال الساعات الماضية في قصف روسي مشيرة إلى أن طرق الامداد التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة محدودة وأكدت روسيا أن بخموت ستكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على منطقة دونباس الصناعية أحد أهم أهداف موسكو من جانبه أعتبر نائب عمدة بخموت أن هدف الروس ليس إنقاذ المدينة وإنما قتل الناس وإبادة الشعب الأوكراني مضيفا أن ما يقارب الأربعمائة مدني بقوا في المدينة يعيشون في الملاجئ دون إمكانية الوصول إلى الغاز والكهرباء والماء بعد تدمير الشبه كلي للمدينة ومبانيها ومع تأزم الوضع الإنساني في بخموت أكدت منظمة الأمم المتحدة أن من بقوا من شركائها في المدينة وهم قلة يعملون على إجلاء المحتاجين من السكان موضيحة أنه بسبب الوضع الأمني فإن جهود الإجلاء تتركز على الفئات الأكثر هشاشة في غضون ذلك قام وزير الدفاع الروسي سرغيش فيجوب زيارة اعتبرت نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا حيث تفقد من خلالها موقع القيادة الروسية الأمامية لأحد التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونتسكا ترجمة نانسي قنقر